موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج لقاء الراي للحديث عن آخر المسجدات السياسية على الساحة المحلية في الكويت معنا الليلة عضو مجلس الأمة النائب راكان النصف أهلا وسهلا فيك يا أهلا في جغتي سميرة أمسي عليك وأمسي على الأخوة المشاهدين الله يسلمك نبدأ بحسب الأحداث اليوم وبداية من التصريح اليوم بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية رفضت اللجنة التشريعية التعديلات التي تقدمت عليها وقلت بأن هذا القانون ضد حرية التعبير وستصوت ضد هذا القانون لماذا؟ صحيح أول شيء تقدمت اليوم بتعديلين التعديل الأول هو أن المواطن الكويتي يخضع للمحاكم الوطنية وللدول التي تشمعها مع الكويت اتفاقيات نعم نحن لا نستطيع أن نطبق أحكام دول أجنبية على المواطن الكويتيين وهم معترفين أساساً بأحكامنا هذا بالنسبة للتعديل الأول التعديل الآخر في القانون تسقط القضية بالتقادم بعد سنة كثير من القضايا الإلكترونية لا يتم اكتشافها لبعد سنتين أو ثلاث أو أربع مثل ما حصل مع الوكيليكس نعم فأنا كنت رافع مدة التقادم أن هذه القضية لا تسقط لبعد ثلاث إلى خمس سنوات هذا التعديل الثاني التعديل الآخر هو قد تقدم فيه الأخصال حاشر نعم وهو ما هو أو ما هي تفسير الآداب العامة الآداب العامة هذا مفهوم فضفاض لا يمكن أن نخضع الناس لقانون يخضع لمفهوم فضفاض فلذلك كموقفي المبدئي بعده من موافقة على قانون يحمل في طياته مواد فضفاضة نعم غير واضحة إذا لم تتم هذه التعديلات فلن تصوتها لن أصوت على القانون نعم بالجلسة إن شاء الله يوم الثلاثة إن شاء الله سنتحدث عن الحيازات الزراعية طبعا التحقيق المطول أفضل إلى سلسلة توصيات صحي هذه التوصيات خرجت من اللجنة وأبي أعرف هل القناعة هذه كانت لدى كل الأعضاء توصيات يعني الكيل راضي عليها أول شيء أختي موضوع الحيازات الزراعية نعم وهو الذي نبهنا على موضوع التجاوز في الحيازات الزراعية هو إجراء قرعة الوفرة للأمن الغذائي نعم تقدموا 1200 شركة واللي وافقوا لهم على الدخول 800 شركة والشركات اللي فازوا أو اللي حازوا على الحيازات الزراعية هم 396 شركة 396 شركة وهم اللي حازوا على الحيازات الزراعية اللي لفت نظرنا هو تخصصات هذه الشركات ما لها أي علاقة بالأمن الغذائي صالون، خياط، غير من الشركة شركة تجهيزات علاج ما لها أي علاقة بالأمن الغذائي أو الزراعية يعني الكلام اللي سمعناه أنه في شركات للصالونات ومكياج صحيح ماخذين أراضي صحيح خذوا أراضي بعدها الفتوى التشريع حقق قبل قراءة اللي حصلت نعم طلع تقرير منهم أن 70% من الشركات اللي هم 396 وهم 8 نعم 70% من 396 غير مستوفي للشروط وتقرير آخر من هيئة الزراعة يفيد بأن 30% من المتقدمين غير مستوفي للشروط هذا إقرار ضمني أن هناك خطأ من هيئة الزراعة إذا كانت هيئة الزراعة بنفسها تقول 30% فيها خطأ بعدها الفتوى التشريع والزراعة عملوا لجنة مشتركة نعم وصلوا إلى أن 50% من الشركات غير مستوفي للشروط وتمت التوصية بسحب 203 شركات من أصل 396 نعم لكن لك السؤال هذه التوصيات من هذا المجلس أو من هذه اللجنة هي توصيات صورية أو فعلية حقيقية يعني ما هو الإجراء الذي تم حيال هذه الشركات في إجراءات التوصية اليوم التزام المادة 50 من الدستور نعم فصل السلطات مع تعاونها مجلس الأمة لا يستطيع أن يحيي هذه الشركات للنيابة من يحيي هذه الشركات هو الوزير المختص نعم فاللجنة لا تملك إلا توصي الوزير ويبين مدى تعاون الوزير مع هذه اللجنة بإتزام هذه التوصيات نعم الوزير متعاون يعني هل هذه الشركات سوف تحال إلى النيابة يعني الناس اللي خذوا الحيازات الزراعية بدون وجه حق سيتم يعني إحالتهم إلى النيابة معاقبتهم ومحاسبتهم المسؤولين المسؤولين الناس انسحبت من الحيازات 200-3 حيازات انسحبت بالفعل نعم أصبح الموزعين هم 193 حيازة نعم لكن الخطير باللي واجهنا في الإجراء التحقيق هو تناقض كلام القيادين في هيئة الزراعية كيف؟ أحد القيادين يقولك فيه آوامر عليا بالتوزيع الآوامر من منو ومراضين فصحون على الأسماء و بعض القيادين فون هذا الشي حصل هناك فريقين فريق فحص الطلبات وفريق ولجة الحيازات صادقة على هذه الطلبات لم يكن أحد من القيادين هيئة الزراعية متحفظ من على أي محظر اجتماع من الاجتماعات اللي حصلت فلذلك أوصينا بإحالة الجميع للنيابة نعم الحكومة في هذه اللجنة لجنة التحقيق هل هي متعاونة معكم؟ الحكومة امتنعت عن تزويدنا بثلاث أمور رئيسية الأمر الأول هو أسماء المواطنين الحائزين عن الحيازات الزراعية من عام 2006 إلى اليوم و هذه بالتوصيل التي نحطيها ألزمنا الوزير بيداعها للأمان العام للمجلس نعم التوصيل الثاني أو الشغلة الثانية التي لم يزودتنا فيها الحكومة هو أسماء مستحقي حضار الخير العربي من عام 2010 إلى اليوم لم تزودنا هيئة الزراع بأسماء المستحقين الأمر الثالث هناك تقرير من المراقب من أحد المراقبين في هيئة الزراع نعم طلع يكشف على حياة الزراعية لأحد نواب اللجنة و رفع تقرير إلى المديرة العامة بالوكالة و طلبنا هذا التقرير من هيئة الزراع لم نزود به إلى اليوم إلى هذه الدرجة إلى اليوم لم نزود به هذا التقرير و أيضاً الوزير لم يتعاونوا معكم نعم و من خلال هذه التوصيات الوزير سيكون ملزم بتزويدنا بكل هذه الأمور و إن لم يلتزم هنا أقدر أقول لك أن الوزير سيسعد المنصة سيسعد المنصة أستروا على هذه الأسماء بعض الأعضاء أطلوا أسماء نواب الجسل الأمة هائزين على الحياة الزراعية من عام 2006 إلى اليوم نعم قال الوزير أنا لا أعني شيء أسماء نواب الجسل الأمة إلا أنا متفقين معك إذا نزودنا بأسماء المواطنين نعم لأن هذه أملاك دولة لا هي أملاك خاصة نعم نحن نعرف من استأجر هذه الحيازات من الدولة خلال 9 سنوات الماضية و عندنا الوزير الخير لكن إلى الآن لم يزودنا بهذه الأسماء نعم بعد تصريحات الوزير العمير الآن أنت قلت سيسعد المنصة بسبب الحيازات الزراعية الوزير العمير سيسعد المنصة في حال لم يلتزم بتوصيات لجد الحيازات الزراعية نعم هذا بالنسبة للحيازات الزراعية والقطاع النفطي بعد تصريحات العمير التي وصفها البعض بأنه وزع الاتهامات يمنة ويسرة على الكثير طالبت العمير بتقديم المعلومات لديه و طالبت هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق معه و طالبك البعض بأن تقدم استجواب له كونك أنت نائب في هذا المجلس ما قدمت استجواب في الوزير بسبب القطاع النفطي الآن أنت مستعد لتقديم الاستجواب بسبب الحيازات الزراعية بسبب التوصيات التي لم ينتزم فيها التوصيات إذا لم ينتزم فيها موضوع تصريح و بالنسبة للقطاع النفطي ستقدم استجواب أيضا أبو عاصم تكلم ما تكلم كأنه شخص تنفيذي في السلطة التنفيذية في الدولة تكلم كأنه نائب كأنه ناشط سياسي كأنه كاتب مقال أن هناك أرباوض مناقصات المليارية بما معناه يريدون أن يعبثون في القطاع النفطي نعم إن كانت هناك مناقصات مليارية لأشخاص استعوذ على هذه المناقصات هل هي قانونية أو غير قانونية و إن لم تكن قانونية لماذا لم أحاولت المسؤولين للنيابة لماذا لم أحاولت أصحاب هذه المناقصات للنيابة وإذا كانوا يقال على علاتها نعم فالوزير لم يتصرف مسؤولي على الموضوع و لم يوفق بهذا التصريح نعم و لذلك ستقدم الاستجواب إلى الآن قلت لك أنا بيني وبيني توصيات لجهة الحيازات الزراعية خالب الحيازات الزراعية قلت راح تصعد المنصة إذا لم تتزم بترفيذ التوصيات بالنفط بالنفط أنا لا أستقصد علي الإعمير لشخصي نعم طبعا ما بيني وبيني شيء شخصي إنثبت تجاوز بالنفط ليس فقط هو أي وزير إنثبت تجاوزها ستصعد البنصة ليس فقط هي الإعمير نعم ما راح مثلا ممكن يتهمونك بأنك تبي تستفيد من وراء هذا الاستجواب أنا لو كنت أستفيد من هذا الاستجواب كنت استجوبت الحيازات الزراعية من قبل سنة من اليوم لكن أنا كان يهمني أني أطلع بالحقيقة ومن خلال الحقيقة أطلع بحد دعش توصية أنا وزملاء أعضاء اللجنة ومن ثم نجزم الوزير بتنفيذها فالاستجواب بالنسبة لي ما هو أداة للابتزاز ما تقصد أداة للابتزاز؟ يعني كان هناك ناس يبتزون أو يستخدمون الاستجواب كأداة للابتزاز؟ طبعا طوال الحياة السياسية في الكويت هناك ناس أساؤل الاستجواب أو لهذه الأداة الدستورية والرقابية ما نقدر ننكرها شيء وفي ناس كثير لوحب الاستجواب واختفوا بعدها من تقصد بالضط كثير من النواب النواب السابقين؟ نواب السابقين وموجودين حاليا نعم أنا ما أقدر أنزه المجلس اللي أنا فيه ولا أقدر أنزه المجالس السابق نعم ولكن أنت هنا تقول أن أنت قاعد تنشي بالإجراءات القانونية أو يعني متدرج في الإجراءات لغاية ما توصل للاستجواب أنا متدرج حتى النهاية إلى أن أصل إلى الحقيقة وإن ثبت لي أن الوزير خالف لا شك أن يصعد المنصة نعم سنأخذ أول فاصل في الحلقة ونكمل الحوار مع عضو مجلس الأمة النائب راكان النصف فاصل مشاهدينا وسنعود عدنا لكم مشاهدينا مع عضو مجلس الأمة النائب راكان النصف قبل الفاصل تحدثت عن الحيازات الزراعية وعن القطاع النفطي الآن سوف نعرج إلى القضية الإسكانية تحدثتم بهذا المجلس كثيرا عن إنجازاتكم بكل فخر حول حل القضية الإسكانية ولكن رغم كل ما قدمتوه ورغم كل هذه التصريحات هناك من ينتقد إنجازاتكم في هذا المجلس البعض يقول بأن هذه الإنجازات هي الصفر البعض الآخر يقول بأن هذه الإنجازات هي إنجازات النواب السابقين في المجالس الماضية وأنتم مثل ما يقلون بالكويتين خذيتوها باردة بردة وقلتوا هذه إنجازاتنا وهي ليست لكم في البداية نحن نقول أن هذه إنجازات هذه أعمال تقدم من مجلس الأمة نحن بالأخير كأعضاء ما دورنا رقابة وتشريع نحن دورنا أن نشرع ونوفر الأرضية القانونية والتشريعية الملائمة لمؤسسة الدولة للعمل نعم فنقول أن هذا إنجاز لفريق المؤسسة العامة الرعاية السكنية إنجاز لموظفي المؤسسة العامة الرعاية السكنية ممكن بس الأخت سميرة طلعين هذا الرسم البياني هذا تفضله سمحت المخرج بس الكاميرا على الرسم البياني عندما يكون عندي توزيع من عام 56 إلى عام 2013 أعلى سنة توزع أعلى سنة توزع أو وزعوا فيها الأقس على الكاميرا وحدات سكنية هي سنة 2009-2010 أو 2010-2011 9000 وحدة سكنية عندما توزع هذه السنة 2700 وحدة سكنية لا شك أن هذا إنجاز لمؤسسة العامة الرعاية السكنية وليس إنجاز لمجلس الأمة مجلس الأمة فقط يوفر الأرضية التشريعية والقانونية لكن تعالي خلنشوف شون الأرضية التشريعية والقانونية التي نحن وفرناها نعم اضطر الله يذكره بالخير سالم من إذينه نعم الاتفاف على قانون 50 على 2010 الذي كان يلزم كل مدينة تحرر من قبل الدولة سواء من النفط أو من البترول بإنشاء شركة خاصة فيها إنشاء شركة خاصة فيها نعم اضطر أنه يلفع القانون من المجلس البلد ويحول هذه المدينة إلى ضاحية لعدم جدول قانون هذا اضطرنا أننا في قانون 13 على 2014 بإلغاء كل القوانين المعرقلة للقضية السكنية كثير من القوانين كانت معرقلة كثير من القوانين عرقلة المؤسسة العام رعاية السكنية فإنما فعلناها ببساطة وفرنا الأرضية للمؤسسة العام رعاية السكنية ولا نقولنا هذا إنجاز عملنا على ثلاث محاول رئيسية في القضية الأسكانية التزام وموعد حكومي بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا أغرار التشريعات القابلة للتنفيذ نعم وتوفير التشريعات التي توفر الشوافية في السوق العقاري هذه الثلاث المحاول الرئيسية التي تعمل عليها اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة اليوم بالكويت نعم ولكن البعض قال بأن الذي تحاولونه في هذه اللجان أو بالقضية الإسكانية أنتم تحاولون تصفية للبلد من الذي قال هذا الكلام؟ في إحدى الندوات من رئيس الأمة رئيس مجلس الأمة السابق السيد عبد العزيز السعدون و أنت رديت عليه أول شيء عبد العزيز أحمد السعدون العمد عبد العزيز أحمد السعدون أحترمه أقدره نعم و من قناة الرأي أوجه له التحية و هذه مو أول مرة أرد عليه لكن لكن عم حمد السعدون في المرة الأولى تكلم و قال قانون الإسكان أو هو اللي يوفر أو هو اللي يبيح للناس أو يبيح للشركات استباحة أراضي البلد وما قال رقم المادة اللي تبيح لوادم استباحة أراضي البلد طالبته بالرد الأول أنه يقول رقم المادة و ما قاله لكن آخر ندوانا استمعت له هو يتكلم عن الباب الثالث مكرر من قانون 50 على 2010 لتونيق تلتشية ما يقولها القانون هذا يقول أنه لا يوجد مدينة لا يوجد مدينة تحرر من قبل الدولة لا تنشأ لها شركة برأس مال 500 مليون 600 مليون 40% للقطاع الخاص 10% للحكومة 50% كتاب من المواطنين تدفعهم الحكومة هذا القانون لو عيد في الزمن كنا ألغينا هذا الباب الثالث لأن هذا الباب الثالث غير قابل للتطبيق لكن لا يوجد أحد رد على العمب عبد العزيز وقال أن هذا التشريع غير قابل للتطبيق ويتكلم في الندوة وقال أن هذا الباب الثالث مكرر ألغه نعم ألغيناه لأنه لا يوجد جدوى اقتصادية ما لو لا يوجد جدوى اقتصادية نفس القانون قدمه العمب عبد العزيز في منازم مخطفة التكاليف في عام 2007 اطرح المناقصة مرتين المرة الأولى لم تتقدم المرة الثانية شركة واحدة خدت كراس للمناقصة هذا القانون غير قابل للتطبيق بالمرة نعم نحن ألغيناه لعدم جدوى ألغيناه لعدم جدوى يعني على سبيل المثال مدينة المطلع تكلف 8 مليار دينار كويتي و القانون يقول لك أنه يجب أن تكون شركة مدرجة في سوق نوراق المالية إذا مدينة تكلف 8 مليار دينار مدينة تكلف 8 مليار دينار نعم كم رأس مال الشركة التي تعمرها وبعد ذلك من من الشركات المدرجة يقريب 30% من 8 مليار ولو افترض جدلا لو افترض جدلا أن 8 مليار توفرت أو 30% من 8 مليار توفرت من راح يكون بتمويل هذا المشروع مو البنوك تقدر تمويل مشروع وما ترهن الأرض والأرض لا يملك هذه الشركة فهذا القانون غير قابل للتطبيق للمرة الثالثة أقول لك لذلك تم إلغاء هذا القانون نعم ولا يوجد هناك أي مستفيد وإلا المواطن طبعا من وراء إلغاء هذا القانون نعم لدرجة أن الوزير سالم الأذينة وفريق المؤسسة العام ورعاية السكنية اضطروا أن يلتفون على هذا القانون بتحويل مدينة المطلع إلى ظواحي لكي نستطيع أن نوزعها هذه السنة من عام 2010 من عام 2010 المؤسسة العام ورعاية السكنية لا تستطيع أن تعمل إلا بالظواحي وسبب هذا القانون نعم ولكن على أرض الواقع ما هو الإنجاز يعني في مواطنيين تم لهم تخصيص مسكن لهم ولكن بعد سنتين يستلمون الأرض صحيح ماذا هو الإنجاز؟ قلت أنه في البداية لا نتحدث عن إنجاز سننتحدث عن أعمال الإنجاز هو عمل مؤسسة العام ورعاية السكنية وموظفيها لا أستطيع أن ذلك الإنجاز على إعضاء مجلس الامة عضاء مجلس الامة يوضع بواجبهم الباطلي والتشريعي فقط لا تغير الإنجاز يُشب لهجنود المجهولين وهم جنود المؤسسة العام ورعاية السكنية ولا يُشب لهذا المجلس؟ المجلس يضغط سياسيا المجلس يوفر الأرضية القانونية والتشريعية لكن الإنجاز يحسب الفعل لموظف المؤسسة العامة العائية السكنية أنتم عازمون على إكمال هذا العمل بالقضية الإسكانية الهدف الأول لهذا المجلس أو الأولوية القضية التي أخذت الأولوية في هذا المجلس هي القضية الإسكانية وأنتم عازمون على انتهاء هذه الأزمة الإسكانية في هذا المجلس ولا ستكملون لغاية الصيف بعد دور العقاد لا يمكن أن نتوقف العمل بالصيف خصوصا أن تخصيص الأراضي في المطلع هو من شهر 4 إلى شهر 8 والتوزيع من شهر 8 1500 قسيمة إلى انتهاء السنة المالية في يوم 31-33-2016 فهل يمكن أن يتوقف العمل خلال هذه الفترة وكذلك متابعة طرح وزارة الكهرباء لمحطات الكهرباء فنحن مستمرين في الصيف لمتابعة أعمال المؤسسة العام الرعاية السكنية وتوزيعاتها نعم إذن تقدر تقول أن هذا المجلس سوف ينهي الأزمة الإسكانية اللجنة الإسكانية هو هدفها الأساسي أننا نرد لمفهوم الطبيعي للرعاية السكنية يعني من سنة محتاجين أن نذكر بعض الأرقام نحن من سنة 85 إلى عام 2005 60% من مقدمة طلاوات الإسكانية راحوا للمؤسسة العام الرعاية السكنية وقالوا أننا لا نحتاجين شيء من الحكومة نحن نحتاجين قرض بانق التسليف لبناء بيت المستقبل أو منزل المستقبل لأن كان المواطن قادر على أن يتملك أرض لكن من عام 2005 إلى اليوم قلقين استطلاعات أن تسحب طلباتها المؤسسة العام الرعاية السكنية إذا في الكويت اليوم 110 ألف قسيمة موجودة في كل الكويت من أقصاها إلى أقصاها من شمالها إلى غربها من جنوبها إلى شمالها أنت كل سنة تطرح 12 ألف واحدة سكنية البعض يتحدث اليوم عن هبوط في أسعار العقار خلال السنة الحالية نحن لم نتبنينا هذا الهبوط وقلنا نحن السبب لكن لا شك أن جزء من السبب هو توزيعات المؤسسة العام الرعاية السكنية لأنك أنت تتوزع 10% من الأراضيك الموجودة إذا كان كل سنة 12 ألف من أصل 110 ألف قسيمة موجودة فلا شك أن هذا سيساهم في الخفض الأسعار نعم إذن بانتهاء هذا المجلس المدة الزمنية القضية الأولى حسب الاستبيان قضية الإسكانية سوف تحل وطبعا هناك قضايا أخرى كما وعد رئيس مجلس الأمة بأنها سوف تحل نسح أن نعود لمفهوم الرعاية السكنية بالشكل الصحيح فيها مجموعة الشريعات لابد أن نقرأ منها اتحاد الملاك منها قانون المقصة العقارية نعم 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 القضية الإسكانية هي مستمرة ومستمرة التشريعات نسعى لإقرار قانون رهن عقاري حديث نعم يتناسب مع سوق العقار الكويتي القضية الإسكانية لا نقول لأنه سنة 2017 محلولة لأننا أساسا نحن نعود من الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة لابدت عشر سنوات بالكويت فأنت العشر سنوات تشمل من المجلسين أو ثلاث مجالس من الكويت نعم نعم سوف نخرج مشاهدينا بفاصل آخر ونعود فاصل سريع ونعود مستمرين معكم مشاهدينا بحوارنا الليلة مع عضو مجلس الأمة السيد راكان النصف لنتحدث عن الأوضاع السياسية في الكويت البعض يراها مستقرة جداً مع هذه الأجواء وهذا المجلس والبعض يراها غير مستقرة أو ربما هناك حنق سياسي كيف تقرأ الأوضاع السياسية الكويتية؟ في البداية هو الوضع السياسي في الكويت هادي هو هدوء لا يمكننا نسميه استقرار الاستقرار هو مفهوم ماسع الاستقرار يشمل كثير من الأمور اجتماعياً أمنياً اقتصادياً سياسياً شامل لكل هذه الأمور لا يمكننا أن نقول أوضاع مستقرة إذا كنا نتكلم عن الأوضاع الاجتماعية للأسف كل الهويات الطاغية على الهويات الوطنية إذا كنا نتكلم أمنياً الإرهاب يضرب كل دول الجوار كل دول الجوار ولا يعرف الهوية سواء في العراق أو في السعودية هذا الوضع الأمني تعايل وضع الاقتصادي نحن مصدر دخلنا الأوحد هو البترول نخفض سعره إلى النصف هل أعتبر هذا استقرار؟ لا أعتبر استقرار البورصة نازلة الخصخصة موجودة على الأرفف إلا أنها لم تفعلت نعم يعني أنت تعتبر هذه الأوضاع غير مستقرة الأوضاع الخارجية التي تكلمت عنها أو هي الأوضاع الداخلية نحن نتكلم بالضبط على المعارضة وجودها داخل المشهد السياسي أم خارجها؟ سياسياً أيضاً الأوضاع غير مستقرة هناك قضايا منظرة في المحاكم سياسياً جزء من التنظيمات السياسية خارج المشهد السياسي نعم لا شك أن الأوضاع قتلت شيئاً هادية لكن لا هي مستقرة نعم الاستقرار المفهوم أشمل وأكمل نعم تتمنى أن يعودون اللي خارج المشهد السياسي نتمنى أن الجميع يشارك في المشهد السياسي إيدنا ممدودة للجميع مدينا إيدنا في البداية للمقاطع نحن الانتخابات ما خاصة للمشاركين ولمشاركنا ما خاصة للمقاطعين لإيماننا أن هذا بلد الجميع لا يجب أن يقطع الحوار والتواصل بين كل الكتل السياسية نعم لكن ترى أن أهم المفروض يكونون كفاعلين في الأجواء السياسية في الكويت أم أن أهم يجب أن ينتظرون لغاية نهاية هذا المجلس؟ يجب عليهم أن ينتظرون ويجب أن إذا لا يوجد حل يجب عليهم أن ينتظرون إلى أن تنتهم ودة المجلس هذا شيء طبيعي نحن كنا واضحين من البداية أن المحكمة الدستورية هي مرجعيتنا سواء أن تلفنا أو أنتفقنا مع الحكم الصادر المحكمة الدستورية هي المرجعية وشاركنا لتكريس هذه المرجعية في الكويت لكن ألا يوجد حل عبر المصالحة السياسية يعني المصالحة السياسية وحل المجلس وبالتالي ممكن أن يدخلوا المجلس مرة ثانية ويردون عفوا أخي ساميرا أي مصالحة؟ مصالحة السياسية بين من ومن ومن وعلى شنو؟ هل هناك عداوة؟ عندما تقول لي أن الاتفاق الطائف في لبنان حصل سنة التسعين بعد 150 ألف قتيل في الحرب اللبنانية نعم 17 ألف معوق حصيلة الحرب الأهلية اللبنانية نعم محتاجين إلى مصالحة ومحتاجين إلى اتفاق نحن الحمد لله ما بيننا هذا الشيء في الحوار على ما ومحاورة وعلى ما انتصالح نحن أساساً لا يوجد خصومة معهم أساساً لا يوجد خصومة سياسية لا يوجد خصومة نعم لا يوجد خصومة يمكن أننا شاركنا في الانتخابات الماضية وطعنا بوطنيتنا وكفرنا بالديمقراطية مع ذلك نقول لهم لا يوجد خصومة بيننا ومينهم نحن أيدنا مدودة للجميع أساساً فلا مجال لمصالحة لأن أساساً ما في معركة بيننا ومينهم نعم أزمة التسجيلات أو معرفة بتسجيلات الفتنة أنا أثناء تحضير الحلقة شفت لك على اليوتيوب في جلسة الرد على الخطاب الأميري أعتقد أن أنت كنت أول نائب تتحدث عن التسجيلات و الطالب بمعاقبة ومحاسبة من روج لها صحيح هذا الكلام صحيح أنت كنت أول نائب صحيح كلام دقيق في هذا الموضوع طيب أولا سنتحدث عن التسجيلات بشكل عام ومفهومة نعم التسجيلات اليوم نحن قابلين أن نقبل فيها كأدات في المشهد السياسي أو لا نحن نعمل وفق الدستور الكويتي وفق الدستور الكويتي التسجيلات أو الترويج للتسجيلات وإستخدام التسجيلات كأدات التعارض مع مادتين صريحتين في الدستور المادة 38 و39 نعم المادة 38 تقول للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي عينها القانون والبكيفية المنصوص عليها فيه و المادة 39 حرية المراسل البريدية والبرقية والهاتفية و مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون و بالإجراءات المنصوص عليها فيه نعم لما نقبل بوجود تسجيلات موضوع التسجيلات كان بين شخصيتين وهم سموا الشيخ ناصر المحمد و المرحوم جاسم الخرافي الله يرحمه الله يرحمه أنا ما أتكلم بالدفاع عن ناصر المحمد الخصوص بعدما انتهت القضية أو أدافع عن جاسم الخرافي الله يرحمه أنا أتكلم اليوم عن مبدأ إحنا قابلين باستخدام هذه الأدات في المستقبل أم غير قابلين لأن هذه الأدات بدت بتسريب من خطوط الجوية الكويتية أو في اجتماع لخطوط الجوية الكويتية ردت مرتين صارت في التسريبات الثانية للوزير عيسي الكندري مع رئيس منس دارة الخطوط الجوية الكويتية اللي هو سامي النصف عدم التعليق على هذه الأدات سيدخل هذه الأدات لنا في المستقبل كأداة شرعية في العمل السياسي وبذلك انتهكنا كل خصوصيات والحريات الشخصية للمواطنين فما بالك بأنها غير واضحة ويقال بأنها مفبركة اعترضت أيضا على اعتذار الشيخ أحمد الفهد الاعتذار أليس كافيا لك ماذا تريد أكثر من ذلك الاعتذار أنا بالنسبة لي اعتذار أحمد الفهد اليوم هذا الاعتذار ما يعنيني شخصيا لكن أنا كان تصريحا أنا أقابل باعتذار عشان لا يتم ترهيب أي شخص ذو صفه ويقع عليه الضرر من أعمال الشيخ أحمد الفهد بترويج تسجيلات أو غيرها من أوراق لا يتم ترهيبه من الاعتذار كافي لا تقاضونه لا يجب مقاضاته يجب مقاضاته لأن نحن بالنسبة لي مثل ما قلت لك هذه الأدات كانت بالنسبة لنا يديدة والشيخ أحمد الفهد دخلها وهو تبناها أو لا تبناها لا تبناها في بلغ الكويت لكن تبناها في أوراق قدمها للنيابة وطالما حذرنا من خلاف الأسرة الحاكمة نحن بالنسبة لنا خلاف الأسرة الحاكمة الخلاف يحصل في كل الدول سواء في تاريخنا الإسلامي حصل خلاف الدول العباسي بين الأمين والمؤمون حصل خلاف الدولة الأموية إلى أن سقطت دولة الأموية على المستوى الإسلامي على المستوى العربي حصلت الخلافات في دولة محمد علي في مصر و حصلت الخلافات السياسية عندنا في الكويت في منتصف الخمسينات على ولاية العهد و منتصف السبعينات على ولاية العهد لكنน��들이 يقال اليوم عندنا و yapıyorsun للحياتنا السياسية أنه هناك فرق سياسية تبنى الطرف ضد الآخر و هذا مكان موجود في الكويت هناك طرف سياسي تبنى أوراق تبنى تسجيلات للطرف الآخر لضرب بعض الشرفاء من ابناء الشعب الكويتي و تم التسكيك بالقضاء و بالجسد القضاءي ما كان يهمني الدفاع عن الشيخ ناصر محمد ولا كان يهمني الدفاع عن المرحوم جاسم إغرافي كان يهمني الدفاع عن القضاء لأنهم قبل نرجع إيضا كم مواطنين ليش يهمني القضاء ليش يهمني لا أدافع عنهم إلا أن لم تظهر البينة لأن قضاءات فاقدين لندية فاقدين لندية السياسية والإعلامية القاضي لا يطلع ببرنامج تلفزيوني مثل اليوم يدافع عن نفسه لا يمكن أن يظهر في ندوه و يدافع عن نفسه كنا حريصين على أن نحافظ على هذه المرجعية على أن نحافظ على الشرفاء حتى لا يدخلون الشرفاء ثمن لخلاف بين الشيوخ و بين أطراف الأسرة الحاكمة طيب هذا الخلاف يعني أنت دائما تتكلم عنه و كنت من أوائل اللي يتحذرون من صراعات داخل أسرة لماذا خرج إلى العلن؟ خليني أعلم أهو موت أول يخرج العلن طول عمر يخرج العلن لكن تم استخدام أطراف سياسية لتصفية الحساب بين أبناء الأسرة الحاكمة و هذا الشيء الذي يدعينا في الكويت أعظم خلاف سياسي لدينا في الكويت كان بين شخصيتين بين المرحوم يوسف إبراهيم و بين حاكم الكويت مبارك الصباح يوسف إبراهيم جيش من 700 إلى 1200 فرد لدخول الكويت و كلفتها الحملة هذه 30 ألف ليرة ذهب نعم عندما استخبر حاكم الكويت استعد عسكرياً على البحر و أطلعوا هذه الكويت عندما أطلعوا هذه الكويت للدفاع على الكويت و استخبر يوسف إبراهيم رحمة الله عليه ما قبل أن يحارب هذه الكويت لأنه في إيمانه أن هو كويتي حقيقي لا يقبل بحرب الشرفاء أو قتل الشرفاء للوصول إلى غاياته هذا اللي يجد علينا اليوم بالكويت أنه تم الطعن بالشرفاء للوصول إلى غاياتهم بسرعة ما لأكم قبل شوي قلت أنه لما سألتك عن المصالحة بين القوة السياسية قلت بأنه تم يعني الحديث عنكم بسلبياتكم بتكفيركم بالديمقراطية بالتعرض إليكم بشكل شخصي ولكن قلت أنه المفروض أنه ما تكون حتى في مصالحة لأنهم أهلنا وجماعتنا و ما بيننا أي شيء لماذا لا تجعل نفس هذا المبدأ على اعتدار الشيخ أحمد الفهد وتعتبر أنه مصالحة و أن الأمور تنتهي لماذا؟ لماذا تريد أن تلاحق قضائيا؟ أنا لا أريد أن تلاحق قضائيا أنا قلت لكم أنت طالب بأنك تلاحق قضائيا أنا كنت أريد أن أحمي أي شخص تقع عليه الصفة والضرر من ملاحقة الشيخ أحمد الفهد قضائيا نعم حتى لا يتم الترهيب أن الاعتذار كافي أنا قلت لك في البداية أن المرجعية هي القضاء الاعتذار ما هي مرجعيتي الاعتذار ما هي مرجعيتي أنا قلت لك إذا كنت أنا مطعون ببطنيتي أو غير أنا مسامح ما رح أقاضي أحد لكن اللي يريد أن يقاضي يقدر يقاضي ما نحجر عليه حقه لا حق الدستوري ولا القانوني نعم فهذا كان رأيب في موضوع أحمد الفهد نعم بالنسبة لي المجلس أنت تجزم بأن هذا المجلس مجلس إنجازات أو كما يقول عنه البعض بأن هذا المجلس هو بجيب الحكومة ما هو معيار جيب الحكومة وعلي أساس جيب الحكومة مجلس بصام اللي تبي الحكومة تمشونه مو صحيح شلون ليش بل يبي المجلس تمشي الحكومة الأولويات هي كانت أوليات الحكومة أما أولويات المجلس الأولويات كانت أوليات المجلس واتزبت بي الحكومة لا أست возможно دافع المجلس بشكل عام ولا في confused键有 إذا دافع عنه مشكل عام انا آدفع عن تشريع وأهجم من تشريع في بداية الحلقة قلت لي أنت موقف جرائم الإلكترونية قلت لي لي katsofak نعم لدي موقف جرائم الإلكترونية انا ضد له لكن عندما يقوم بالنação المجلس مؤمن بمين ملكة ورصие النجاح كل النائب يحاسب على أدائه و أصبح أي عام التشريعات قوائنا و أصبح أي عام مع موقفت لا أستطيع دافع عن ٣وم في شكل عام أشخاص المجلس لا أثق فيهم أو أطيهم حتى بانتخابات اللجان أو أصوت لهم لأنني لا يملك وإيمن فيهم ولا يملك أم neither بأملهم هذا ما راجع لي لكن كنت تتكلمين عن التشريعات أنا أعتقد أن التشريعات جيدة التشريعات عددها جيد 130 تشريع إلى اليوم هذا الرقم قياسي لكن kamiختلف مع إلاrets لأن هذا المجلس يجيب الحكومة تقولين بعض الأشخاص في جيب الحكومة نعم vedité بعض الأشخاص في جيب الحكومة ERO فيك المجلس فيه أشخاص بجميع الحكومة نعم السيد راكان النصف يقال لما كنت من أحد القيادين في الجامعة كنت متفاعل أكثر وكنت ستتفاعل مع الأمور السياسية في البلد وكنت نوعا ما معارض بشكل أكبر الآن في هذا المجلس وأنت نائب ما في تقريبا مقارنة بين الشخصية السابقة والآن هل هذا بسبب أنك أنت في هذا المجلس وتبعي رضاء الحكومة أول شيء وأنا طالب وهي كانت القضايا السياسية كانت حقوق مرأة السياسية ونحن لم نحقوق مرأة السياسية في ذاك الوقت نعم كنا لم يكن هناك قضايا سياسية حقية تطرح في جامعة الكويت نعم كانت القضية حقوق مرأة هي التي كانت سائدة كقضية سياسية لكن لا تغير شيء من أيام الجامعة إلى اليوم ما تغير متفاعل مع كل القضايا نعم القضايا التي أرى فيها الحق أوقف معها يعني مثل قضية الحيازات الزراعية عندما رأيت أن هناك تجاوزات في هيئة الزراعية تصدينا لها وإذا لم أرى تجاوز أخلاقيا لا أستطيع أزايد بشيء غير حقيقي يعني في هذه القضية تقريباً كل النواب صاروا ضد الحكومة في هذه القضية قضية الحيازات الزراعية لم يعارض نائب تشكيل لجلة التحقيق في الحيازات الزراعية نعم ولكن سيبين بالتصويت على التقرير نعم نحن نطلع بهذا الفاصل ونرجع فاصل مشاهدينا وسنعود عدنا مشاهديكم مشاهدينا معكم بهذه الحلقة مع عضو مجلس الأمة السيد راكان النصف أحال الوزير يعقوب الصالع قانون استقلالية القضاء وقال رئيس مجلس الأمة سيد مرزوغ الغانم بأنه يؤمل بأن يقرر هذا القانون في دور العقاد الحالي برأيك ما هي أهمية هذا القانون لا شك أن هذا القانون يوفر استقلالية إدارية ومالية للقضاء نعم نبتعد عن موضوع التشكيك في الجسد القضائي نبتعد عن موضوع أو يكون هناك رد من قبل القضاء على المشاككين في الجسد القضائي نعم فهن نأمل أن يكون هناك استقلالية مالية وإدارية يكررها عليك مرة ثانية لهذا المرفق نعم إذن أنت مقتنع في هذا القانون طبعا مقتنع نعم المتبنيهم قدمها نعم بالنسبة ما هي القوانين التي أريدك أن تقر في دور العقاد الحالي و لم تقر أو لم تقر كان أريد قرار قانون الاتحاد الملاك كان أريد قرار قانون المقاصة العقارية واليوم للأسف تم تأجيلها شهرين في اللجنة التشريعية بطلب من الحكومة والحمد لله تم قرار حق تقاضي الفرد أو المحكمة الدستورية و أقر في دور العقاد الماضي وأأمل في دور العقاد المقبل إن شاء الله إقرار قانون التجمعات السياسية أو الأحزاب السياسية يعني أنت طموح لهذه الدرجة مع هذه الحكومة أنك تقر قانون الأحزاب في الكويت هل الكويت مؤهلة لهذا القانون الكويت مؤهلة لهذا القانون و الأحزاب موجودة لكن يجب علينا تنظيمها هو كان حق تقاضي الفرد أو المحكمة الدستورية في العام الماضي حلم استقلال القضاء كان حلم هذه قبل سنتين ومن قبل عشر سنوات من قبل سنتين كان حلم لكن نأمل إقرار هذا القانون في دور العقادة المقبل نعم تأمل يعني ما قلت لي رأيك بالحكومة بشكل عام الحكومة متعاونة مع هذا المجلس بشكل عام تشريعيا نعم متعاونة لكن نحن متخوفين من الوزر المنتخبين لماذا؟ ونحمل رئيس الوزراء هذه المسؤولية أن يكون عيني على تعيناتهم للأسف تجربتنا مع الوزر المنتخبين لا يوجد جيدة نعم فلذلك تقولي رأيك بالحكومة نعم لا أقدرات رأيك بالحكومة أن الحكومة تعمل أو لا تعمل بيننا و بينها أعمالها بيننا و بينها وزرائها بيننا و بينها مخالفات وزرائها للقانون والدستور لكن نحن نخاف من كثرة من كثرة الكلام على الوزراء المنتخبين نعم إذا نرى لو عينين أفضل سواء في التعينات البزارية أو غيرها نعم وهذه التجربة سيئة عندنا في الكويت قديمة من متوى من عام 2021 إلى اليوم تجربتنا مع الوزراء المنتخبين ما هي جيدة نعم السيد راكان النصف هناك الكثير من الوعود الانتخابية قدمتها لناخبينك هل أوفيت بهذه الوعود خلال فترة المجلس هذه خلال هذه السنتين؟ من يوم الانتخابات كنت أذكر أنا لا أستطيع أن أذهب ببرنامج انتخابي أو أخوض الانتخاب ببرنامج انتخابي أخوض الانتخابات بقضايا قضايا سياسية منها قانون التجمعات أمل أن يتم إقرارها قضايا تخصى الإسكان وتغيير قانون الإسكان عملنا على تغيير القانون في عام 2014 ونأمل بإقرار قانونين في المستقبل مثل ما ذكرت وكان عندنا قتل كان حلم حق تقاضي فردا ومحكمة دستورية وأقر في العام الماضي نعم إذن تحس أنك راضي عن أدائك في المجلس التقييم للناس وما زلت نائب مستقل أنا مثل التحالف الوطني الديمقراطي فمفهوم الاستقالية الاستقلالية عن الحكومة طبعا لا يمكن أن تكون حكومة لا يمكنك أن تكون حكومة طبعا تكون حكومة تشل ادخل عفوا تكون وزير في مجلس وزارة لكن أنا كنائب شو أن أكون حكومة وضحي لي سميرة يعني تتبدل المواقف شو أن تتبدل شو أن تتغير في موقف تغير بالنسبة لك أنت ما تغيرت أنا ما تغيرت ما زلت نائب للتحالف الوطني وأنت أنا مو نائب للتحالف أنا نائب أمثل التحالف وحسب الدستورة مثل الأمك له نعم لكن وضحي لي وين التنقذ ولكنك نائب يعني لا تحسب على الحكومة لسه بنائب حكومي مو نائب حكومة إذا كنت أصوّد قوانينها أو أختلف مع وزراءها وإن شكل جدت حقيق بأعمالها نعم بالنسبة لتجنيد الإلزامي أنت من اللي كنت معترضين على هذا القانون ليش لأن ما لا جدوى ولا هو واضح ولا تم دراسة سلبيات تجنيد الإلزامي قبل الغزو نعم إلى عام أعتقد إلى آخر التسعينات ما تم دراسة جدوى هذا القانون في المستقبل المشكلة التي جاءتنا هي مشكلة وظيفية خلق فرص عمل المواطنين الكويتين الخارجين جامعات و المعاهد لميني طالب متخرج من جامعة الكويت أو من أي جامعة خاصة في الكويت يجب أن ألزمه بأداء التجنيد الإلزامي حتى لو كان عنده عرض عمل وظيفي مثلا خارج الكويت بأي حق أسلبه فرصته فلذلك أنا كان منقفي أن التجنيد الإلزامي بإجبار الشعب الكويتي عن خلاط في التجنيد الإلزامي من غير تأمين الفرص الوظيفية كنت ضده على طول الخط نعم النائب راكان النصف هل لك من كلمة أخيرة توجهها للشعب الكويتي يعني احنا شايفين وضلاً الإقليمي و شايفين أن عدم الاستقرار للإقليم و التجاذبات الموجودة بالإقليم و طبيعة الطرح في القنوات الفضائية تستجب علينا وحدة الجبهة الداخلية لأن الوضع الإقليمي يهيئ الأرضية المناسبة للتشدد الطائفي والمذهبي نعم فكلمة الأخيرة جبهتنا الداخلية هي الأهم في مواجهة الإقليم والذي حصل فيه لماذا ركز بالكلمة الأخيرة على توجيه رسالة بشأن الطائفية بالكويت يعني هل طائفية بالكويت زايدة؟ الطائفية بالكويت لا نستطيع أن نقول عنها زايدة لكن من يرى العراق من يرى السعودية ومن يرى حرب اليمن ومن يرى الوضع الإيراني تستطيع أن تنبيعين بالمستقبل نعم فهذه مسؤولية الساسة وهذه مسؤولية رجال الدين وهذه مسؤولية الجميع مسؤولية الحكومة ومستؤولية المجلس أن يحافظون على وحدة جبهتنا الداخلية بشكل عام أنت راضي عن أداء المجلس إلى الآن تشريعيا نعم النائب راكان النصف شكرا جزيلا لك شكرا مشاهدين للمتابعة ونلقاكم بحلقة جديدة إن شاء الله شكرا لكم 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 شكرا لكم